اليوتيوب الفترة اللي جاية بيحاول على قد ما يقدر يسلط الضوء على محتوى ما وبيدعمه بشكل رهيب جدا وحيدعمه الفترة اللي جاية بتحديثاته على فكرة البودكاست اللي انا بتكلم عنه في تحديثاته في 3 شهور جايب 24 مليون انت متخيل اليوتيوب حيدعمه كمان بظهوره في الاستكشافات قريبا جدا هتلاقي هنا بودكاست وليه ترند وليه ترند متخيل يعني بودكاستات ترندات ايوة زي الرياضة زي الجيمينج زي البس مباشر زي الموسيقى زي المحتوى الرائج بشكل عام ايوة ترندات مش بس كده ده ده اول تحديث التحديث التاني لو جينا بصنا مع بعض وجينا على علامة الزائد حنلاقي فيه تحميل فيديو بس مباشر انشاء مشاركة قائمة تشغيل بودكاست جديد اليوتيوب بيعامل البودكاست بشكل مختلف هي قائمة تشغيل البودكاست دي هي قائمة تشغيل هي نوع من قوام التشغيل ولكن بشكل مختلف ليه صورة مصغرة مختلفة ووصف مختلف باضافة الى عنوان زي ما حضرتك لو جيت دخلت على فمجان هنا هتلاقي فيه سكراط هيبقى لوحده فيه ادم لوحده فيه فمجان لوحده كل واحد من دول على حدة زي اهو بودكاست سكراط سوانف بيزنس وهكذا كل واحد من دول على حدة انت بقى هتقدر تعمله قائمة تشغيل بالشكل الجديد ده مش الشكل القديم ولسه هنفهم اكتر الايام اللي جاية خصوصا انه مش هيظهر لحضرتك في المحتوى بشكل عام لا ده لو حضرتك جد بسط هنا فيه حاجة اسمها بس مباشر فيه هنا مشاركات فيه هنا ملفات البودكاست وعلى ما اعتقد وليس بنسبة 100% لكلام اللي حاولوا دلوقتي على ما اعتقد ده اعتقاد شخصي اعتقاد شخصي انه هيظهر قريبا جدا هنا تقريبا ليه؟ لان اليوتيوب اضافه في القايمة دي والقايمة دي تعتبر كلها هنا المنتدى اهو قوام التشغيل اهو البس مباشر اهو الفيديوهات اهو هي والشورتز اهو هنا بقى الملفات البودكاست لسه هنفهم اللي جايه في ايه ولكن تحديثات اليوتيوب اللي جايه كلها تقريبا هتبقى للبودكاست ولو حضرتك عايز تعرف ازاي ننشئ قناة بودكاست وايه الادوات اللي محتاجها قريبا جدا ان شاء الله هحاول اعمل لك فيديو ووضح لك واجيب لك اهم القنوات من البودكاست المهمة في الوطن العربي اللي حضرتك تبدأ تتعلم منها لان حضرتك ده علم ده علم البودكاست علم مش اتنين بيتكلموا ده علم انا اتكلم وانت تدي وانت تدي وانت تدي وانا اتكلم وليه اساليب مختلفة اعتقد ان اللي حيبدأ حالا في البودكاستات دي اعتقد بنسبة 20% اليوتيوب حيدعمه وحيقوي وحينجحه زي ما كان بينجح الشرط الزمان ودلوقتي بدأ يقللها زي ما كان بيد الناس طاقة ان هم ما اشتغلوا شورتز هيبدأ يديكم طاقة انه تشغلوا بودكاست ليه؟ لان اليوتيوب نحاول على قد ما يدر يرجع هيبة الفيديوهات الطويلة الطويلة جدا الكبيرة فهم؟ كان معاكم المرجع الاول لمنشؤ المحتوى على اليوتيوب اللي حاب يوضح لك ادق التفاصيل اللي مش هتلاقيها في اي قناة ايها المرجع الاول لك شكرا للجميع نتقابل ان شاء الله في فيديو جديد وده تحديث جديد ابدأ الان في قناتك لو معاك بيزنس وفلوس تقدر تبني قناة بودكاست محترفة ومحترمة انا بقولك انك نجح نجح شكرا لجميع شكرا لجمع